مرة تانية كل سنة وحضراتك وطيبين وبألف خير نهاردة وقفة عيد الأضحى المبارك اليوم ده فضل كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى والناس بتحاول تتقرب لربنا من خلال الصيام والدعاء والصدقات وغيرها من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المبارك حقيقي يعني البعض الآخر كمان متعود يمكن على الأضحية فبيستعد للدبح عشان يوزع على المستحقين فخلونا نعرف بقى تفاصيل أكتر عن فضل وقفة عرفة والأدعية المستحبة في هذا اليوم وكيفية توزيع الأضاحية على المحتاجين معنا في الستوديو النهاردة الدكتور عبدالله السلامة عضو مركز الأظهر العالمي للفتوة الإلكترونية من ورنا أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور كل سلام طيب أهلا وسهلا بكم ربنا ورحبكم يا رب العالمي يعني في البداية عايزين نعرف فضل وقفة عرفات يعني ويمكن الأدعية المستحبة في هذا اليوم يمكن البعض مننا بيحب يستغل هذا اليوم في الدعاء والأكثار من الدعاء ففضل هذا اليوم إيه والأدعية المستحبة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ولانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا في البداية كل سنة وحرككم بألف صحة وسعادة ونسأل الله زينا أن نجعل هذا العيد عيدا سعيدا مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع ونجعل مصران الحبيبة أمنا وأمانا سلما وسلاما وسائر بلاد العالمين اللهم أمين يوم عرفة هو يوم تمام الدين يوم عرفة هو يوم العتق من النار يوم عرفة هو يوم الرضا ويوم نظر الله عز وجل بعين الرضا إلى عبادة يوم عرفة هو يوم المغفرة يوم عرفة هو يوم العفو فيوم عرفة يوم اجتمعت فيه كل خصال الخير لمن أراد الخير ففي هذا اليوم الطيب المبارك يتجلى الله عز وجل على أهل الموقف على أهل عرفات جميعا فيباهي بهم أهل السماء ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شعسا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فهذا اليوم يوم المغفرة للحاج طب ولغير الحاج هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة صيامه أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد بأول شيء أول منحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن هذا اليوم صيامه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده طيب من لم يستطيع الصيام واحد عند عزر أو واحد على صفر وكان يدء أن يصوم فلها استطيع نبشره أن نية المؤمن خير من عمله والأعمال بالنيات بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في أحد أسفاره قال لأصحابه لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا كانوا معكم حبسهم العزر فأصحاب الأعزار لا يحزنون فلهم من الله عز وجل عطاء ولهم من الله عز وجل منح كثيرا في هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة